بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسيلك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد نعرض واسلتكم يا أيها الإخوة في هذه الليلة ليلة الثامن من شهد شعبان من عام 1423 على صاحب الفضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان هذا سامن يا صاحب الفضيلة يقول نأمل من فضيلتكم التكرم بتوجيه كلمة لبعض المدرسين المقصرين في تعاونهم مع إخوانهم في حث الطلاب على إقامة الصلاة على الوجه الشرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نعيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المقصود من التعليم تعليم أبناء المسلمين المقصود الأعظم من ذلك هو المحافظة على الدين الذي هو أساس هذه الأمة وعزها فيجب على المدرسين وفقهم الله أن يغرسوا في نفوس الشباب تعظيم الصلاة ويبينوا لهم مكانة الصلاة وأنها عمود الإسلام وأنها أول ما يخاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا وأن الصلاة هي عمود الإسلام عمود الإسلام هي الصلاة يقوم عليها الإسلام كما يقوم البنيان على العمود فيجب على المدرسين أن يغرسوا في نفوس الطلاب تعظيم الصلاة بالقول وبالعمل بالقول لأن يبينوا لهم أهمية الصلاة ويعلموهم أحكاما وشروطا وأركانا وعجباتها وأن يبينوا أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين فرضعين على كل مسلم هذا بالقول والعمل أن يجمعوهم على الصلاة ويتفقدوهم إذا حان وقت الصلاة فإنهم ينصرفون إليها ويهيأ لهم المكان الذي يصلون فيه جميعا وعلى المدرسين أن يتفقدوا المتخلف منهم ويكون هناك جزاء على المتساهل والمتهاول ولا يقول هؤلاء أطفال هؤلاء وإن كانوا أطفالا فإنهم تعظم الصلاة في نفوسهم وينشأون على تعظيمها والمحافظة عليها مع أن أغلب الطلاب قد بلغوا كبار فعلى المدرسين أعانوا الله لا شك أنهم سيلقون تعبا ويلقون مشقة ولكن عليهم الصبر هذه أمانة تحملوها زيادة على أن المسلم يجب عليها أن يلاحظ أخاه المسلم في أي مكان في أي تعاونه إياه على البر والتقوى لكن المدرسون بالذات متحملون لواجب التربية والتوجيه ولا شك أنهم إذا حزموهم على الصلاة وعودوهم عليها أن هذا سيسهل من طيادهم ويربيهم ويبعث في نفوسهم السكينة والطمأنينة الصلاة تربي تربي على الخير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيتعينهم الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة تعين المدرسين على ضبط الطلاب لأن الصلاة نظام 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 دقيق إذا التزموا به تعودوا على ما سواه من ضبط النظام والقيام والقيام بالواجبات الدراسية فالصلاة تعين المدرسين على الطلاب في ضبطهم وفي غرص الأدب الطيب فيهم واحترام بعضهم لبعض ما إذا تركوهم فوضى ويتساهلون في الصلاة إذا تساهلوا في الصلاة تساهلوا فيما سواها من باب ولهذا جاء في الحديث أن من حفظها حفظ دينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع فهذا أمر واجب والمدرسون لا شك أنهم يدركون هذا وأنهم يعلمون أنهم متحملون لأمانة عظيمة لكن هذا من باب التذكير لهم تذكير لهم في أن يقوم بهذا الواجب على الوجه الأكمل ويحتسق الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويكون قدوة صالح ويتذكر أن الطالب يتذكر مدرسه دائما وآبدا ويتذكر تصرفات المدرس معه طول خياته فإن كانت تصرفات المدرس معه تصرفات طيبة توجيهات حميدة فإنه يذكر هذا المدرس لخير ويدعوله وإن كانت تصرفات المدرس تصرفات سيئة فإن هذا الطالب سيذكر هذا مدى حياته وربما أنه يدعو على هذا المدرس الذي تساهل في حقه ومازلنا نذكر مدرسين درسون في الابتداء وفي غيره ما نزال نذكر كلماتهم الطيبة وما نزال نذكر توجيهاتهم وندعو لهم فالمدرس ستبقى ذكراه في نفس الطالب مدى حياته نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله البعض بحجز المكان في المسجد ويسأل هل تسمح لنا بأن نحضر المسجد بمسجد دروسكم أما حجز المكان في المسجد فهذا لا يجوز إلا إذا كان الذي يحجز المكان حاضرا في المسجد إما أنه جالس في ناحية المسجد ويحجز مكانا في الصف أو أنه خرج لحاجة ويعود قريبا خرج توضى خرج لحاجة سريعه ويعود فلا بس أنه يحجز من قام من مكان ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به حتى هو لو لم يحجز فكيف إذا حجز أما إذا كان يحجز المكان ويخرج لأشغاله أو نومه ثم في الأخير يأتي هذا لا يجوز له يحرم السابقين إلى المسجد وهو متأخر لا يجوز له الحجز على هذه الصفة أنه يقول آه أمنت لي مكان ويروح يروح ويبطي أو ينام أو يشتغل بأمور أخرى ويقول أن أمن لي مكان هذا لا يجوز ولمن جاء أن يرفع الحجز هذا ويصير فيه أنه الحق لمن سبق الحق لمن سبق هم لمن حجز وراح ولا يحضر لآخر الناس وأما التسجيل فلا ما نعمل التسجيل ما فيه ما من على أحد أن يسجل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول نريد أن نبني مصلى للنساء في مسجدنا ولكن لضيق الجهة الخلفية هل يجوز أن نبني ملحقا للنساء في الجدار المجاربي المجاوري للرجال في حيث يكون الفاصل بين الرجال والنساء جدار وتكون صفوف النساء مساوية لصفوف الرجال السنة السنة أن تكون النساء خلف الرجال ما تكون النساء محاذية للرجال وإنما تكون خلف الرجال هذه السنة فإذا كان ما فيه مكان في الخلف هل هو ضروري إعداد مكان للنساء إن كان يمكن أنه يحصل على مكان في وخرة المسجد وتعمل الاندساء ألا بس أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه سائلة تقول أنا امرأة أخشى من العين وأحيانا أرجأ إلى الكذب خوف من العين وأنا حامل ولا أذهب إلى المناسبات خوف من العين أرجو من فضيلتكم التوجيه وهل فعلي هذا جائز لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده وسواس ويخاف من العين وينحب عن الناس بل عليه أن يتوكل على الله وأن يكثر من الذكر ذكر الله والورد والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحم لو أن الناس إن ساقوا وراء الوساوس والمخاوف ما خرج أحد من بيته تعطلت الأشغال والأعمال فعلى الإنسان يتوطل على الله ويستعمل الورد والذكر ولن يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أما الكذب هذا لا يقي من العين لما يقي من الكذب من العين ذكر الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله وعدم الوساوس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما حكم تعلم القانون في كليات القانون وهل يكون من تعلمه وهل يكون ذلك من تعلم الطاغوت نعم الواجب على المسلم أن يتعلم الشريعة وأما القانون هذا قانون كفري يخالف الشريعة فلا يستغل الإنسان به لا يستغل به إلا لو كان متضلعا بالشريعة وعارفا لأحكام الشريعة ويطلع على القانون لأجل إبطاله والرد عليه لأجل إبطاله والرد عليه لا لأجل استعماله والتوظف في العمل بالقانون هذا لا يجوز لكن إذا كان متضلعا بعلوم الشريعة وأراد أن يطلع على الأنظمة المخالفة لها من أجل نقضها وبيان بطلانها ومحاربتها فلا بس لذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الحكم في زواج المسيان وأرجو أن تحدثون عن ذلك في التفصيل الله سبحانه وتعالى شرع النكاح لما فيه من المصالح خلق الذكر والأنثى لأجل بقاء النسل ولأجل حماية الفروج من الفساد جعل هذا بين الزوجين لمصالح عظيمة أولا حفظ الفروج والذين عم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منا زوجها ليسكن إليها فالمرأة سكن للرجل والمرأة حرث للرجل نساءكم حرث لكم هي حرث للرجل يضع فيها يضع فيها ما يضع فينبد هذا الحرف ينبد هذا الحرف النسف والرجل يقوم على المرأة في الإنفاق تقوم على المرأة بالإنفاق والحماية والمرأة تقوم بخدمة الرجل في البيت وعما القيام بأعمال البيت وتربية الأولاد وتآنس الزوج إذا دخل البيت لو دخل لو دخل الرجل بيت ليس فيه زوجه لا استوحس وراق صدره إذا كان به زوجه استأنس بها و اطمعن إليها كما هو معلوم فمقاصد الزواج ما تحصل بالمسيار مسيار الذي معناه انتزوجها فقط لقضاء الشعوة وهي عندها لها وإلا في بيتها ولا تخضع لسلطة الرجل ولا يدري عنها أين ذهبت ولا أين ما يقول له عليها سلطة أبدا إنما حرة نفسها ثم الأولاد من الذي يربيهم هل يذهبون مع الأب ويفقدون الأم أو يذهبون مع الأم ويفقدون الأب لا يبد من اجتماع الزوجين من أجل تربية الأولاد فزواج المسيار ما تحصل به مقاصد الزواج المطلوبة فلذلك لا ينبغي زواج المسيار ولا يؤدي الغرض المطلوب ولا تترتب عليه المصارح المطلوبة من الزواج نعم أحسن الله إليكم صاحب البضيلة وهذا السائم يقول ما رأيكم فيما يكتب على بطاقات الأفراح عبارة يمنع استحاب الأطفال أو أن جنة الأطفال في بيوتهم هذا ما علينا من أفراد صاحب المحل ما يبي الأطفال يجون يشوشون عليه خربون محله فهو ينبه الذين يأتون إلى بيوت الأفراح منهم ما يجيبون أولادهم لأنهم يفسدون المحل ويطلقون الناس يزعجون الحاضرين هذا ما في شيء هذا طيب نعم أولاد لا يروح أو لا يروح نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول وفيدكم بأنني لا أملك سيارة وقام والدي بشراء سيارة لي بنظام التاجير المنتهي بالتمليك وقد رفضت أن أخذها منذ حوالي ثمانية شهور وقام بإعطائها إلى أخي والآن أخي مسافر للدراسة والسيارة واقفة أمام البيت هل يجوز لي استعمالها والحالة هذا هذا العقد غير صحيح الأجار المنتهي في التمليك غير صحيح فهذه السيارة مأقوذة بعقد غير صحيح فلا يجوز لك استعمالها استعم بالله وحاول أنك تحص السيارة بأي طريقة ولو بالدين ولو أو بالتاجير تستاجر سيارة مدة معلومة تستعملها أما تحصيل السيارة بهذا العقد فهذه السيارة لا يجوز استعمالها بهذا العقد الذي حكم العلماء ببطلانه نعم أحسن الله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما حكم جلسة الاستراحة وما حكم مداومة عليها في كل السلوات المغروبة جلسة فإنها لا تستعمل لأنها ليست من باب التشريع وإنما هي من باب الحاجة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول هل يسن دعاء الاستفتاح في كل الصلوات النوافل والفرائض نعم دعاء الاستفتاح يستحب في كل صلاة نافلة أو فريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فإنه يستفتح تهجده بالدعاء المعروف اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وجهت وجهي للألي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ ويقرأ بعدها القرآن هذا في صلاة الليل فالاستفتاح مشروعا في صلاة الليل نافلة وفي وفن فريضة أحسن الله قريبا إنما خرج ليتوضى تعشى ويتوضى ويرجع له وهو أحق به إنما الذي يحجز مكان في المسجد الحرام طيلة الأيام لا لا يأتي فيه غيره كل رمضان أو كل العشر هذا لا يجوز أما إنه كل يوم أو كل ليلة يحجز له مكان وهو يعتبر معتكدا في المسجد في الحرام يجلس فيه ويقرأ القرآن طول النهار فإذا جاء المغرب خرج وصلى خرج للغضوء وللعشاء هذا لا ما سبيل ومن أجل الزحمة لو لم يحجز ما حصل على مكان ولا يجوز لغيره أن أن يسبقه بليه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول سمعت من بعض الناس يقول إذا خرج وقت صلاة الفجر فإنها تصلى سرا فهل هذا صحيح لا ما هو صحيح لو قضى صلاة الليل في النهار يجهر بها لو قضى صلاة الليل في النهار لنوم أو نسيان فإنه يجهر بها لأن السنة الجار بصلاة الليل وقد فعله النبي صلى الله صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس في بعض أسفاره صلى صلاة الفجر على صفتها نعم أحسن الله أحسن الله لكم صاحب الغذيلة هذا السائم يقول توجد حلقات تحفيظ القرآن للنساء في أحد المساجد فقد أفتى إمام المسجد بجواز دخول النساء للمسجد وأيضا قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية فهل هذا صحيح؟ هذا غلط يعني الفتوى غلط لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا الجنوب لأجل يجلس فيه أما المرور يمر تمر الحائض مع المسجد أو الجنوب يمر مع المسجد لحاجة أنا بأس فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه وليحائض أن تناوله الخمرق من المسجد فدخول لها المسجد لحاجة ولا تجلس مجرد مرور لا بس أما الجلوس لا بد من طهارة النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث يقول لا وحل المسجد لحائض ولا جنوب والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد إلا عابر سبيل يعني تأخذ حاجة وتمشي مثال نعم لكن لو احتاج احتاج إلى المسجد ما هنا مكان ما هنا مكان ينام فيه ولا يجلس فيه هو الوقت بارد ويحتاج إلى النوم في المسجد أو الجلوس في المسجد كالغريب مثلا اللي ماله بيت فهذا إذا احتاج إلى اللبث في المسجد يتوضى يتوضى ويجلس فيه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل عورة الرجل إلى الركبة أو ما فوقها وهل السرة عورة أم ما تحت السرة عورة الرجل التي لا يجوز كشف شيء منها ما بين السرة إلى الركبة ما بين السرة إلى الركبة هذا والسرة داخلة في العورة والركبة أيضا لأجل لأجل حماية إنك لو قلت إن الركبة ليست من العورة لا انكشف شيء من الفخر ولو قلت إن السرة ليست من العورة انكشف شيء من ما تحتها فهذه هي عورة الرجل مع أنه ينبغي التجمل والتستر لجميع البدن ولكن الذي لا يجوز كشفه هو هذه المنطقة وما عداه فستره من التجمل من التجمل وكمان الزين والعباس نعم أحسن الله لكم صاحب القضيلة وهذا السائل يقول يراود الإنسان أحيانا أمور تشغله والعياذ بالله بث التفكير في الله كيف يكون وغير ذلك وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكروا له ذلك أن هذا صريح الإيمان السؤال كيف يكون ذلك نعم صريح الإيمان إذا كره النطق به ما جعله يكره النطق بهذا إلا الإيمان هذا معناه معناه أنه يكره أن ينطق بهذه الوساوس هذا من الإيمان ولو لم يكن فيه إيمان لنطق بهذا الكلام تفوى به نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما قولكم في قراءة كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم لطلاب العلم المبتدئين كتاب المحلى كتاب جيد في معلوماته وعلمه في الحديث والفقه إلا أنه شديد اللذع في الانتقاد رحمه الله فهذه ربما تجري بعض المبتدئين على الكلام في أهل العلم فلولا هذا العيد في المحلى ويا شدة الانتقاد واللاذع لصار كتابا نفيسا ومن مراجع الإسلام وفيه أيضا بعض الآراء بعض الآراء الظاهرية التي لا يواثق عليها مع شدة لذعه ونقده الذي يخرج عن المألوف أيضا فيه بعض الآراء الظاهرية التي لا يوافقه عليها أهل العلم فلا ينبغي المبتدئ أن يقرأ به لأن لا يتأثر به أما العالم والمتضلع هل أمس أن يقرأ به ليستفيد منه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يوجد أربعة أشخاص يرابون في شراء سيارة بالتقصيد هل يجوج الاتفاق بتوكيل أحدهم بشراء السيارة ثم يقسم المبلغ عليهم بالتساوي إذا اتفقوا على أنه شركه ووكلوه يشريها لهم ووكلوه على أن يشتريها لهم فلا بأس بذلك وكذلك لو اشتراها لنفسه ثم أشركهم فيها اشتراها لنفسه ثم أشركهم فيها لا بأس لذلك إذا اتفقوا على هذا وكل يلتزم بقصته فلا حرج في ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يصح تعريف أهل مصطلح الحديث الحديث النبوي بأنه ما كان لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع من عنده وإنما هو وحي يوحى إليه فهل يسف أن نقول أن لفظه ومعناه من الرسول الحديث النبوي بحيث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأما معناه فهو وحي من الله سبحانه وتعالى أما القول بأن لفظه ومعناه من الرسول هذا غلط الرسول لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فمعناه من الله وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث النبوي نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول من كان مصاب بوسواس الوضوء القهري فهل له أن يصلي بدون وضوء حتى يشفى من هذا المرض لا ما يجوز لي يصلي بدون وضوء يتوضى ويصلي يتوضى عند الصلاة عندما يريد الصلاة لكن هذا وسواز ما هو حدث هذا وسواز ما هو بحدث دايم فهذا يتوضى الله يصلي يترك عنه المصبص ولا يهمه المصبص مرة مرتين ثم يذهب عنه بإذن الله نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائر يقول هناك بعض الدعاة وطلبة العلم خاضوا بأمور بالعقيدة وانحرفوا عن عقيدة أهل السنة في بعض الأمور يقول هناك بعض الدعاة وطلبة العلم خاضوا بأمور بالعقيدة وانحرفوا عن عقيدة أهل السنة في بعض الأمور السؤال هل نأخذ منهم العلم إذا كانت هذه طريقتهم إذا صح هذا ما له باتهام لأن الناس اليوم صاروا يتراشقون بالاتهام وإذا بحثت ما وجدت الحقيقة إذا صح أنهم انحربوا في بعض أصول العقيدة فلا يجوز الأخذ عنه هناك غيرهم ولله الحمد من من ثبت على العقيدة فيأخذ عنهم أما من عرف عنه وثبت عنه وأنه انحرف في بعض أصول العقيدة هذا لا يخذ منه حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصوار لكن كما ذكرت لكم لا تكون المسألة تهمة لأن أكثر ما يقال الآن عن فلان فلان اتهام وليس صحيحا نعم يسير بينهم شيء في الأنفس ثم يتهم ويقول قال كذا أو إنه قال كلاما ولم يفهمه هذا الشخص وراح يحمله على الخطأ فالأمر يحتاج إلى تجبت وإلى روية بهذه الأمور أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول نشر في إحدى الصحف خبر وهو عن قيس الحلوب وليس العجب هاهنا ولكن العجب ما ذكروه من أنه يشفي من حليبه كثير من الأمراض من أنه يشفى في حليبه كثير من الأمراض الضعف الجنسي وذكروا أنه يشفى سواء بشربه أو بمستهي على موضع الألم إلى آخر ما ذكروا فهل هذا الصحيح والخبر عندي وأنا حاضر عندكم في الدرس هذا من الكذب والتدجيل ونحن في آخر زمان يكثر التدجيل والكذب ما عرف أن التس يكون في حليب وأنه يشفى من جميع الأمراض هذا كله كذب تدجيل ألا يجوز تصديقه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سان يقول إن معجزات الرسل السابقين غير باقية أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية فما هو التوفيق بين أن القرآن سيعود إلى الله تعالى في آخر الزمان حين لا يقال الله الله نعم يبقى إلى أجل إلى أجل فثم يرفع في آخر الزمان عند نهاية عند نهاية الدنيا عند نهاية الدنيا وقرب قيام الساعة يرفع القرآن حين ذاك أما ما دام باق على وجه الأرض مسلم فإن القرآن يبقى وإذا خلت الأرض للمسلمين إنه يرفع القرآن نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول شخص يملك نصاد الزكاة ويحول الحول على هذا النصاد في نهاية شهر جماد الآخر من كل سنة وأعطى هذا المبلغ لشخص الاتجار به ووكله بإخراج الزكاة ولكن الشخص الموكل يخرج الزكاة على تجارته في رمضان من كل سنة ويخرج لهذا الشخص معه في رمضان فماذا يفعل صاحب المال في الفرق وهو ثلاثة أشفر علما بأنه أخرج الزكاة له لمدة سنتين ما تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها إخراج الزكاة على الفور على الفور يعني في وقت الوجوب ولا تحبس عن وقتها إنما الذي يجوز تعجيلها قبل وقتها تعجيل جائز أما التأخير فلا يجوز إلا في حالة العذر كأن لم يكن عنده مال في الوقت الحاضر فتبقى الزكاة في ذمته إلى أن يجد المال فيخرجه أو يكون هناك وقت أشد حاجة الفقرى فيها أشد حاجة فيوخرها لأجل شدة الحاجة فلا بأس أما أن يؤخرها من أجل أنه أعطاها لواحد وهذا الواحد ما يزكي إلا في رمضان هذا ليس بعذر يزكيها صاحبها والواحد لا يكون له علاقة بالزكاة الزكاة عن الغير يزكي صاحب المال ما له عند تمام الحول ولو كان في يد واحد ضاربه والآخر يزكي مال هو ولا يزكي مال شريكة بالمضارب نعم أحسن الله يعني ما يحتاج للتوكيل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرح وهل تعاد الصلاة ولو لم يقصد المسل الضريحة وإذا سافر إنسان إلى بلد غرب ومساجدها فيها أضرح فهل يصلي منفردا في بيته إذا لم يجد مثال يصلي فيه صالم من هذه الأشياء نعم لا تجد الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ونهى عن الصلاة إلى القبور وبناء المساجد على القبور لأن هذا وسيلة بالوسائل الشرك ولو كان المصلي لا يقصد القبور لكن فعله ذا وسيلة هذا من ناحية ناحية الثانية أن النهي يقتضي الفساد فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور فالنهي يقتضي الفساد ألا تجد تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور وعلى من صلى أن يعيد الصلاة وأما إذا لم يجد مسجدا يصلي فيه إلا وفيه قبر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يصلي في مكان آخر في بيته أو إذا كانوا جماعة يجتمعون يصلون في بيت ليس فيه قبر أو فيه أرض أو فيه أرض يجعلونها مصلى وإذا ما كان عنده أحد يصلي في بيته ولا يذهب إلى إلى مسجد فيه قبور صلي في بيته نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول السنة في الثوب أن يكون إلى نصف الساق وأنا حريص على السنة ولكن والدي ينهيان عن ذلك ويقول طوله قبل الكعبين فهل أطيعهما أم أطبق السنة وأعصهما قولك أن السنة أن يكون الثوب إلى نصف الساق هذا خطأ السنة أن يكون الثوب من نصف الساق إلى الكعب كل هذا سنة كل هذا سنة ما هي محصورة للسنة بنصف الساق بل إلى الكعب أيضا كل سنة فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعب يلبس إلى الكعب ولا تخالفهم تكون شهرة بينهم هم على سنة ولله الحمد فيابهم إلى الكعبين يعملون بالسنة فوافق معمل معهم ولا تخالفهم تكون شهرة بينهم فأنت مخطي فيها والوالدان مصيفان فيها يقولون خلك مثل أهل البلد وأهل البلد على سنة يلبسون إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هناك بطاقة جوال جديدة قيمتها 300 ريال وهي للإستقبال فقط ولمدة سنة فهل تأخذ عندكم حكم بطاقة السوا والله تفرت مسائل الاحتيال ويتسابقون في المعاملات المشبوهة وفيها احتيالات وفيها مغامرات وفيها رهان كثرت هذه الأمور فأرى أنكم تجنبون الأشياء هذه تستعملون الجوال استعمالا حاديا ولا تدخلون في هذه الأمور هذا أبرى للذنة وأبعد عن هذه الأمور التي أقل أحوالها أنها مشتبهة مع أنها من الرهان ومن أكل أموال الناس الباطل ومن المعاملات التي ما تنزلها على شيء من المعاملات الصحيحة عملات غريبة يبتكرونها ويخترعونها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة قلتم حفظكم الله إن بطاقة اتصال سوى حرام لوجود الضرر على المشترك فيها فإذا كان المشتري لها متأكد تماما أنه سوف ينهي قيمة البطاقة فهل يختلف الحكم عندئذ لا بس إذا كان يبي ينهيها إذا كان يبي يشتريها وينهيها قبل الأجل اللي هم حددين فلا بس أما إذا كان يبي يشتريها ويبي يأتي الأجل وهي ما خلصت أو ما استعملها وتروح عليه هذا لا يجد لأنه من إضاعة المال نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول أنا وضعت النعلين في المسجد ولما خرجت من المسجد لم أجدهما ولكن وجدت نعلين آخرين هل يجوز لي أن ألبسهما وما ذنب صاحب النعلين التأخذ النعلين ما ذنبه ما يجوز لك هذا يخلق الله عليك راحة النعلان الخاصة بك إلتمث إشتر غيرهما ولا تأخذ نعال الناس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول عندنا معتقد شائع وهو أنهم يعتقدون أنه من السنة سقي المحتضر بالماء قبل موته فهل هذا صحيح لا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المحتضر يبل شفتاه بالماء بقطنه وبعضهم ينقض لأنه يصيبه عطش يصيبه حرارة هذا مما يسهل عليه السياق سهل عليه العطش فلا بأس بذلك أنه يعطى شيء من الماء الخفيف وتندى شفتاه بالقطنة لأنها تيبس من شدة الألم ومن شدة الكرب فهذا منها تسهيل عليه نعم تسهيل على الميت نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكمه زيارة القبور من قبل النساء لا تجوز زيارة القبور للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي رواية لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والحديث في سنة نبي داود هو حديث لا ماس به فلا تجوز زيارة القبور للنساء لهذا الحديث ولأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قريبها أو ابنها أو أبيها ربما يحملها ذلك على الجزع والمياحة فيحصل بنا ما لا تحمد عقبة لضعفها وأيضا المرأة عورة وفتنة إذا ذهبت إلى المقابل واختلطت بالرجال يحصل في هذا فتن وحيحصل في هذا شر كما يذكر في البلاد التي تزور النساء فيها القبور ويزور والرجال ويختلطون ويحصل مواعيد ويحصل فساد فبناء على ذلك المرأة لا تزور القبور وإنما تدعو للميت وهي في مكانها تدعو له تستغفر له وهي في مكانها لا يحتاج زيارة للمرأة نعم أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول زوجتي ترضع ابني وعمره أربعة أشهر كيف تسمع في رمضان هل تصوم أم تفطر إذا كان الطفل يتضرر من الصوم وينشف عليه اللبن أو المرأة تتضرر في صحتها ما تستطيع الصيام والإرضاع إنها تفطر تفطر وتقضي من أيام الأخر كما أفتى بذلك علماء السلف تفطر وتقضي من أيام الأخر أفتى به كثير من الصحابة وإذا كان الخوف على الولد فقط فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين وإذا كان الخوف عليها هي على صحتها فإنها تقضي فقط لا وليس عليها إطعام نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس مع عم زوجها وخالي زوجها إذا كان معها زوجها وهي محتجبة لكنها ظاهرة وكاشفة الوجه لا ما يجوز لتكشف الوجه عند أقارب زوجها لأنهم أجانب من تجلس وهي متحجبة لماذا تكشف تجلس وهي متحجبة وتكون على حدة أيضا لا تجلس إلى جانب الرجل الذي ليس يحل لها أو من ليس من محارمها تجلس بعيدة عن الرجل عن الرجال وتكون محجمة ولا بس أن تتحدث أن تتحدث معهم وأن تستمع إلى كلامهم مثل بس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ألا سائل يقول هل يجوز أن تسمى البنت باسم إخلاص وهل يجوز أن نطلقه على البنات لا بس الأصل في الأسماء الإباحة إلا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تعبيد لغير الله تعبيد لغير الله كعبد العزة أو عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حزم رحمه الله أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطهب فيحرم تعبيد لغير الله وكذلك يكره التسمية بالأسماء المكروهة مثل كعب ومرة وعلقمة هذه مكروهة وأما الأسماء التي ليس فيها كراهة وليس فيها تعبيد لغير الله وكلها جائزة على الأصل الحمد لله يجوز أن تسمى البنت إخلاص تسمى إيمان لا ما أسمي ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم الحالف بحق البيت ومكانة البيت وكذلك الحالف بحق النبي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا حالف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرق قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت فلا يجوز الحليف بغير الله لا بحق الكعبة ولا بالكعبة ولا بجاه النبي ولا بحق النبي ولا بغير ذلك لا يجوز الحليف إلا بالله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى هذا هو الحليف المشروع وأما الحلف بغير الله فهو الشرك شرك أصغر إلا إذا اعتقد أن المحلوف به له مكانة تساوي مكانة الله جل وعلا فهذا شرك أكبر أما إذا لم يعتقد هذا فهذا شرك أصغر وهو من الشرك في الألفاظ شرك أصغر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول إمام عرض له عارض في الرفعة الأولى قبل الركوع فقطع صلاته وقدم أحد الداخلين للمسجد السؤال ما حكم إمامة المسبوق لغيره ممن دخل مع الإمام من أول صلاة إذا عرض للإمام عارض واستخلف من يكمل الصلاة فلا أسأل ذلك عمر رضي الله عنه لما طعن فيها أثناء الصلاة استخلف الرحمن بن عور رضي الله عنه فأكمل الصلاة أي يجوز للإمام من يستخلف من يكمل الصلاة إذا عرض له عارض لا يستطيع معه الاستمرار في الصلاة والمعمومون تصح صلاتهم كلها خلف الأول وخلف الثاني نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول أنا طالب في كلية العلوم الإدارية ومن مواد دراستنا التأمين التجاري وما يسمونه بالفوائد البنكية مع العلم أنه لم يبق لي سوى سنة واحدة في دراستي فما حكم الدراست في هذه الكلية هيدرسهم مع اعتقاد أنه ما هو جائز وأنه باطل لكن دراستهم من غير اعتقاد لجوازه أو أنك بعدين توظف بهذا التخصص لا تتوظف فيه بما بعد ولا تعتقد جوازه أما مجرد الاطلاع عليه ومعرفته ودراسته فلا بس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول إمام يصلي بالناس ويقرأ بهم في الجهريات فيبدأ من أول القرآن حتى يختمه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر فما حكم سنيعه ذلك هذا لم يكن من السنة ولا من عمل السلف إن الإمام يقرأ القرآن كله في الفرائض حتى يكمله هذا ليس من عمل السلف وإنما هو شيء حدث في هذا الوقت فلا ينبغي فعل هذا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يطول وهذا ربما يفتح باب صعوبة على الأئمة يظنون إن هذا واجب وأن اللي ما يقرأ القرآن كله ما يصلح إماما أو إن المأمومين أيضا يقولون فلا ما يعرف ولا يصلح لأنه ما يختم القرآن يحصل مفاسب في هذا هذا العمل يترى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول من حكمه في دخول الكنيسة دخول الكنيسة لأجل الاطلاع ومعرفة ما فيها لا بس بيها أما دخولها من باب تعظيمها من باب تعظيمها أو اعتقاد أنها فيها أجر هذا لا يجوز لا يحل المسلم نعم أما مجرد دخولها للاطلاع هذا لا بس بيها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يسن الانتفاة في الحيعلتين مع وجود مكبرات الصوت نعم يلتفت في الحيعلتين يمين وشمالا لأن هذا هو السنة ولو كان يؤذن بمكبر الصوت لإحياء السنة وإبقائها لأن لا تنسى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول عندما أشرع في الصلاة مع الإمام أحاول إحبار قلبي ولكن أخرج عن الصلاة بأفكار وهواجيس ولا أشعر بالإمام إلا في آخرة السؤال ما حكم صلاةه هذا وهل أعيدها هذه نقص الصلاة ما في شك وليس للمصلي من صلاةه إلا ما عقل منها قد يخرج منها بدون أجر إذا لم يحمر قلبه في شيء منها يخرج بدون أجر ولكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى لكن ليس له أجر إلا بقدر ما حضر قلبه فيه قد يكون لها النصف الربع الخمس العشر لكله الكل إذا حضر قلبه فيها كلها الناس يتفاوتون في هذا لكن على الإنسان أنه يحرص على الخشوع في الصلاة واستحضار القلب والابتعات عن الوساوس وإذا عرض له بسواس يتركه ويرفضه يبتعد عنه نعم أحسن الله لكم صاحب الخضينة وهذا السائم يقول هل يجوز أن نفاضل بين العلماء وطلاب العلم لأن نقول ذلك العالم أفضل من هذا وهل هذا لكل أحد أم أنه خاص بالعلماء فيما بينه هذا لا يجوز لأنه يحصل فيه مفاسك ونحسن الظن بعلماء المسلمين كلهم ما لم يحصل من بعضهم خطأ لا يعني يحصل منه تعمد للخطأ أما الخطأ الذي لم يتعمده فهذا لا ينقص من قدره أما إذا أصر على الخطأ على شك ينقص من قدره لكن لا ينبغي لنا أننا يصير شغلنا مدح هذا وذم هذا لا يجوز لنا الكلام لا سيما إذا كان هذا من باب التفاخر يعني فلان أحسن من فلان باب التفاخر هذا لا يجوز حتى في حق الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء لا تفضلوني على يونس بن متى فإذا كان هذا يثير فتنة ويثير شغل فهذا لا يجوز لا بين الأنبياء ولا بين العلماء نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول قمت بأداء الحج وأثناء الطواف حدث زحام شديد اضطررنا فيه لقطع الطواف لنواصله في الصفح فصلينا الفجر وأكملت طوافي في الصفح ولا أدري الآن هل طوافي حصلت تماما عند رطف الانتهاء أسفل عند الكعبة أم لا ماذا يلزمني لو لم يكن طوافي صحيف يجوز أنه إذا كنت تطوف في الصحن عند الكعبة وضاق المكان أنك تنتقل إلى مكان آخر تكمل طوافك إما في الصفح وإما في الدور الثاني لا بأس لذلك المهم أنك تكمل طوافك وأنت باق على وضوئك ما حصل في انتقاض وضوء ما دام من الطهارة باقية وإنما حصل الانتقال من مكان إلى مكان كالانتقال إلى الدور الثاني أو إلى الصفح وكملت طوافك وبنيت على الأشواط الأولى فهل أبعست بذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سام يقول شخص لم يختثل وبلغ من العمر ستين عاما ماذا يجب عليه وما حكم تزويجه أو زواجه وهو الآن عنده أطفال إذا كان يخاف على نفسه من الاختثان فإنه لا يختث أما إذا كان لا يضره الاختثان وليس عليه منه خطر فيجب عليه الاختثان يجب عليه الاختثان والآن الحمد لله المستشفيات موجودة والجراحين كثيرون وما فيه إن شاء الله خوف لكن لو قرر الطبيب أنه عليه خوف لأن بعض الناس لو جرح عليه خطر إذا قرر الطبيب أو إلى طب أنه عليه خطر من الاختثان فإنه لا يختث أما إذا قرروا أنه ما يضره يجب عليها الاختثان والتزويج يزوج والحمد لله مسلم هو مسلم يزوج دعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول ما الحكم في تقسيط الأسهم حيث تقوم الشركة بالدفع وأقوم أنا بالسداد على أقصار مع العلم بأنه قد يكون بيع الأسهم في نفس مجلس الشراء الله مسألت الأسهم أنا لست مرتاحا منه لأن الأسهم مجهولة وربما تكون في دراهم بعد دراهم في دراهم فأنا لست مرتاحا من التعامل بالأسهم إلا إذا كانت الأسهم أسهما ثابتا أسهما ثابتا في أملاك شركة الكهرباء شركة النقل شركة الإسمند مصانع ثابتة أو لك أسهم في أرض أو في عمارة في أملاك أملاك ثابتة تبيع نصيبك منها هذا لا باس فيه لأنه معلوم وثابت وليس فيه ربا أما الأسهم الدائرة هل يتبايعون فأنا لست مرتاحا منها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل من يقول هل يكون تحضير الطالب لزميله في الجامعة من شهادة الزور إذا حضره وهو غير حامر هذا يزور شهادة الزور نعم هذا يشهادة الزور تعاون على الإثم والعدوان وكذب وقل فيه ما تشاء من الإثم نعم الواجب على المسلمين الصدق الواجب على المسلمين الصدق وأن لا يتساهلوا في الكذب أو يعودوا أنفسهم الكذب أو يتخذون الكذب من باب المساعدة بعضهم لبعض لا يجوز وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ونو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين الواجب أن الإنسان يقول الحق ولا يكذب ولا يشهد بكذب نعم وهذا السائم يقول هل يؤثر الدم النازل من الأنف على صحة الوضوء أو على الثوب على الثوب نعم يؤثر إذا كان كثيرا يجب غسله وأما على الوضوء إذا كان قليلا يسيرا لا يضر إذا كان الدم يسير فلا يبطل الوضوء أما إذا كان كثيرا كالرعاف الكثير والنزيف فإن الأحوط له أن يتوضى الأحوط له أن يتوضى لأن كثيرا من العلماء يرون أنه ينقض الوضوء إذا كذر لأنه خارج من الجسد استفراغ من الجسد كالقير وكالفضولات النجسة التي تخرج من الجسد فهو ينقض الوضوء وبعضهم يرى أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر لأن عمر رضي الله عنه لما تعن أكمل الصلاة وهو ينزف من الدماء والصحابة كانوا في القتال والجهاد تنزف دماؤهم ويصلون لكن مع هذا الأحوط أن الإنسان يتوضى ويغسل الدم من جسمه أو من ثوبه دعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة دعم ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة لا بأس بذلك تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة والصلاة على القبر إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فألا ذا سبيلات إنما الممنوع صلاة غير للجناس هذا هو الممنوع نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه سائلة تقول إذا لفت المرأة شعرها وضعته خلف رأسها في قفاها لا فوقه هل يشملها الوعيد نعم يشملها الوعيد لأنه يشكل جسم ثاني إلى جانب الرأس فيكون كأن لها رأسين فتجتنب هذا خلي الشعر تسدله من الجانبين أو من الخلف ولا تجعل له حجما يبرز ويصير كأنه رأس آخر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول رجل له بنات يدرسن له بنات له بنات يدرسن ويستلمن رواتبهن عن طريق البنك فهل لولدهن سحب هذه الرواتب بعد موافقتهن ووضعها في أراضي لهن حتى لا يستفيد منها البنك في المعاملات الربوية هذا طيب هذا إنقاذ من المهلكة يأخذ رواتبا ويشتري فيها أرض لهن ليسلم من استعمالها بالربا نعم ولا يمكن البنك من استعمالها بالربا نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هل ربع المتوفى فيه زكاة؟ نعم هل ربع المتوفى فيه زكاة؟ يعني الوصية كأنه كأنه كذا الوصية ليس فيها زكاة وصية والوقف ما للوصية وما للوقف ليس فيه زكاة لأنه هو في سبيل الخير هو في أعمال بال ليس فيه زكاة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هل ساء أن يقول ما حكم الألبسة المصنوعة من جلد التنزيل؟ لا يجوز لا يجوز الخنزيل في جميع أجزاء الجميع لأنه عجس ونجس لا يجوز الاستعمال مثل ألبسة المنسوجة من الخنزيل أو الجلود المستاملة أو جلود الثعابين أو جلود السباح لا يجوز استعمال لا حقائب ولا أحذية ولا خفاف لا غير ذلك أنها نجسة العين نجسة العين نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه سائلة تقول هل المرأة يجب عليها أثناء الوضوء المسح على الرأس كاملا ثم الرجوع لأن ذلك يشق علينا خاصة إذا كان شعرنا قويلا ونضر إلى التمشيق بعد كل وضوء وما هو الواجب مسح الشعر الطويل النازل الواجب أن تمسح ما على رأسها فقط أما النازل هذا لا تمسحه تمسح ما يحادي الرأس فقط ما يحادي رأسها من الأمام إلى القفا وإذا سهل عليها أنها تذهب بيديها إلى القفا وترجعهما إلى الأمام هذا هو السنة هذا هو السنة وإذا أنه يشق عليها فالواجب أن تمسحه مسحة واحدة من الناصر إلى القفا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه السائلة النقرة تقول ورد وعيد شديد لمن نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هل معنى ذلك أن المرأة لا تنزع ثيابها في بيت أختها وعمتها ومن تثق بهم وكذا في المشاغل وقصور الأفراح هنا البيت اللي فيه رجال ليسوا من محارمها لا تنزع ثيابها فيه ولو كولو بيت أختها وبيت عمتها وخالتها أدام فيه رجال غير محارم فإنها لا تنزع ثيابها فيها فلتحتجب وتتستر أما إذا كانت في مكان خال من الرجال في مكان خال من الرجال ليس به إلا نساء فالهباس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما حكم التحاف شخصين بغطاء واحد هذا بين الزوجين بس إلا غير الزوجين ما يجوز القولي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المباجئ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول حديث الآحاد المحتف بالقرائم هل يفيد غلبة الظن مع وجوب العمل به أم يفيد العلم حديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اليقين سواء كان متواترا أو آحادا ولو لم تحتف به قرائم إذا كان صحيح فإنه يفيد العلم واليقين وإنما المبتدع وأهل الضلال هم اللي يقولون إنه ما يفيد اليقين بل عندهم حتى القرآن ما يفيد اليقين الأدلة السمعية يسمونها السمعية عندهم ما يفيد اليقين إنما الذي يفيد الأقين دلة العقل بزعمها هذا كلام باطل فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا فإنه يفيد اليقين لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما حكم تخصيص يومي الخميس والجمعة بالصيام لأنه لا يمكننا الصيام خلال الأيام بسبب الدراسة الوارد في الأسبوع صوم يوم الاثنين والخميس الوارد صوم يوم الاثنين والخميس هذا هو الأفضل لأنه يوم أن ترفع فيهم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فتعرض أعمال العبد وهو صائب هذا أفضل وإذا كان ما يستطيع يصوم الاثنين والخميس ولا يستطيع إلا واحد منهما يصوم يقدر عليه يصوم الاثنين أو يصوم الخميس وأما صوم يوم الجمعة فهذا مباح مباح إلا أن بعض العلماء يرى أن الأفضل عدم الصوم يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم صلاة يوم عيد يكون الإنسان مفترا فيه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول اشتريت أرضا قبل خمس سنوات بمبلغ خمسة وعشرين ألفا نعم هذا السائم يقول اشتريت أرضا قبل خمس سنوات بمبلغ خمسة وعشرين ألفا لغرض التجارة ثم ازدادت قيمة الأرض بشكل متفاوت والآن تساوي حوالي مئة ألف كيف أزكيها لأني لم أزكيها منذ اشتريته إذا كنت ناويها للبيع فإنك تزكيها كل سنة كل ما تم عليها سنة تزكيها وطريقة الزكاة أنك تثم منها باللي تساوي بالسعر الذي تساويه على رأس السنة وتخرج ربع العشر وإذا مضت عليها سنوات وأنت لم تزكيها فإنك تقدر قيمتها في كل سنة وتحسب الزكاة منها ولا تسقط عنك الزكاة في السنوات الماضية تجتهد بتقدير ثمنها كل سنة وتجمل زكاة سنوات جميعا وتخرجها نعم حسن الله إليكم صاحب الفضيلة على سائن يقول في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرف مساجدهم والكثير من المساجد مزخرف بنقوش وآيات حتى مساجد كثير من طلبة العلم والعلمة والسؤال ما رأيكم بهذه الظاهرة وهل هذه كانت سيرة السلطة في مساجدهم إلا الحمد لله مسجدنا ما فيه زخارف ولا فيه كتابات والمساجد اللي فيها زخارف وفيها كتابات هذا مقروه بلا شك يكره زخرفة المساجد والكتابات فيها لأن هذا يشغل المصدين بالنظر في هذه الزخارف ولأنه من المباهات والمباهات في أمور العبادة وأمور مشاريع الخير إذا كان القصد المباهات والمدح هذا لا يجوز أينبغي أن المساجد تخلو من هذه النقوش وهذه الكتابات المسجد ما هو بمتحف المسجد بيت عبادة وذكر لله عز وجل ما هم من المتاحف التي تحط فيها الزينات أو الديكورات أو غير ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يجوز وضع حامل المصانح هل يجوز وضع حامل المصاح في سترة وهل يجوز مد القدمين أمام هذا الحامل الحامل اللي هو الخشب لا بس يجعل سترة ما فيه مانع ويجوز مد الرجلين إليه مدام ما عليه مسحط مجرد خشب لا مانع من استعماله سترة ولا مانع من مد الرجلين عليه بل لا مانع من وضع الرجلين عليه لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل تحديد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بألف مرة له فضل وهل ورد فيه شيء الذي ورد أنه يكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة هذا هو الذي ورد من غير تحديد من غير تحديد بعدد بل يصلي عليه ويكثر بالصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ما المقصود به مقصود إذا أحب أن يقوم عليه وهو جالس أن هذا فعل الفرص والمجوس والمستكبرين فإذا كان هو جالس وهم قائمون عليه لأجل الأبها هذا لا يجلس أما إذا كانوا قائمين عليه من أجل الحراسة مثل ولاة الأمور اللي يتخذون الحراس ويقومون عليهم هذا لا بس لأن هذا من باب الوقاية هذا من باب الوقاية وكذلك إذا قاموا يسلمون عليه دخلوا قاموا يسلمون عليه ألا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه محمولا على حمار قال قوموا إلى سيدكم قاموا يستقبلونه يسلمون عليه فإذا قاموا للسلام عليه ومصافحته فهذا شيء طيب إنما الكلام على أن يقوموا عليه وهو جالس من باب الأبها لا من باب الحراسة والحاجة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم الصلاة بين خطبتين الجمعة لا يتشرع الصلاة بين الخطبتين إلا لمن دخل لمن دخل المسجد والإمام يخطب أو بين الخطبتين فإنه لا يجس حتى يصلي رفعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول رجل وكل رجلا في أداء الحج عنه وأعطاه مبلغا من المال ولكن هذا الموكل لم يستطع أن يذبح هدي التمتع لأن المال لا يخفي السؤال على من يكون الصيام العشرة أيام على الموكل أم على الموكل على النايب يكون الصيام على النايب كما أنه يؤدي المناسك فالصيام نسك من المناسك الصيام عليه هو نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يجب على المسلم عند زيارته لمكة المكرمة أداء العمرة أم لا وما حكم تكرار العمرة للشخص نفسه في شهر واحد العمرة إنما تجب مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر مثل الحج وبعض العلماء يرى أنه لا تجب لكن اللي عليه الحنابلة وجماعة أنه تجب مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع وتكرار العمرة للداخل إلى مكة إنه ياخد عمرة كل ما دخل هذا مستحق أيضا أما اللي في مكة الذي هو مستقب في داخل مكة فهذا ليس لا يستحب له الخروج من مكة لأداء عمرة بل يبقى في الحرم أفضل له من العمرة يبقى في الحرم يصلي يطوف بالبيت ويجلس في المسجد الحرام يذكر الله هذا أفضل له من التردد للعمرة خارجا وداخلا نعم عفى الله عنكم صاحب الفضيلة هذا السلام يقول عندنا في بلدنا بنوك ربوية وقامت تلك البنوك بفتح مكتب لها داخل البنك الربوي وسموه فرع المعاملات الإسلامية السؤال ما حكم وضع الأموال في تلك الفروع التي يسمونها إسلامية ثم أخذوا الأرباح عن تلك الأموال ما يجوز هذا إلا إذا تأكدتم أنها تتعامل بالمعاملات الشرعية التي ليس فيها ربا ليس فيها حرام إذا تأكدتم من ذلك ألا بس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول لي مبلغ من المال على صاحب لي وقد حل موعد إخراج الزكاة هل يجوز أن أترك المبلغ الذي لديه على أنه زكاة أم لا بد أن أخبره بأن هذا المبلغ زكاة لا لا ما يجوز إسقاط الدين عن الزكاة الزكاة لا بد من دفعها لا بد من دفعها قال الله تعالى وآت الزكاة أن يدفعوها إلى مستحقية فلا يكفي إسقاط الدين عنها نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هناك من يدرس كتاب رسالة المسترشدين لمؤلفه الحارث المحاسد فما رأي فضيلتكم بهذا الكتاب وما رأيكم في كتاب الرسالة القشيرية حيث اشتريته فهل تنصحوني بقراءته أما الرسالة القشيرية فلا تصلح أن القشيري هذا من الصوفية هو من المعاديل لأهل السنة كما رد عليه الشيخ الإسلام ببعض كتبه في كتاب الاستقامة وأما المحاسد فهذا أيضا غير مرغوب فيه لما محمد هجر لما عنده من الأفكار المخالفة لمذهب آل السنة فلا ينبغي اقتناء كتب هالين الرجلين خصوصا للمبتدي الذي ليس عنده بصيرة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول قال أحد المؤلفين في مقدمة كتابه إنني ألفت هذا الكتاب تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتماسا لمرغاته وشفاعته فهل هذا القول من الشرك نعم الذي تقرب إلى الرسول هذا شرك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تأليف الكتاب هذا عبادة إذا كان من الكتب الشرعية فهو عبادة لا يجزء أن يتقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الألتمس رضا الرسول هذه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرك وإنما يتقرب به إلى الله وإلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه سيرة تقول ما حكم وضع المكياج للنساء وتشطير الحواجب وهل هذا من تغيير خلق الله أما تشطير الحواجب فلا يجوز لأنه من العبث للحواجب ومن تغيير خلق الله وأما استعمال المساحيق والأصباق للمرأة للتزين بها إذا لم يكن فيها ضرر إذا لم يكن فيها ضرر فلا بس لتزين بها لزوجها